نروح مع حضراتكم لموضوع تاني فصل الشتاء دايماً مع دخول فصل الشتاء بنواجه يعني أعراض كتيرة جداً لأمراض مختلفة طبعاً الإنفلوانزة اللي فيه ما فيش أسرة أو بيت مصري ما بيعانيش منها كمان فيه أمراض أخرى ومعاناة كمان بنعانيها مع اللي بينزلوا وبيخرجوا شغلهم بدري بينزلوا بدري الصبح كده زي حالاتنا كده في صباح الخير مصر منزل بدري يا بسانت تشققات الجلد يا بسانت مشكلة بيعانيها اللي بيتطلب عملهم النزول مبكراً بسبب التعرض للهواء الجاف والبارد مباشرةً بعد النزول من المنزل نتيجة كمان لقلة شرب المياه وإحنا عندنا مشكلة كبيرة جداً ما بنشربش مياه كتير في الشتاء يعني دايماً مرتبطة فصل الصيف نشرب مياه لكن في الشتاء معدل استهلاكنا لشرب المياه بيبقى قليل جداً بننسى أن نحن نشرب مياه فعلاً إزاي نقدر أن نحن نتعامل مع التشققات دي وإيه هي أسبابها أصلاً وزي بقى نقي نفسنا منها تماماً هيرد على كل الأسئلة دي الدكتور حسن الفكهاني أستاذ الجلدية والتنسولية بكلية طب المينيا صباح الخير على حضرتك وأهلاً بيك صباح الخير يا دكتور هايكون معانا كمان شوية موضوع تشققات الجلد بسانت أو فكرة كمان عدم شرب المياه بانتظام في فصل الشتاء مشكلة كبيرة كمان ممكن تعمل مشاكل صحية كتير بالذات كمان السيدات بيكونوا أكثر عرضة يعني على ما أعتقد وإحنا دايماً بناخد بالنا بقى من الموضوع ده جداً ويمكن بيقرق العديد من شغل بس السيدات لكن العديد كمان من الناس اللي بتعرضوا للهوى الجاف في الصبح بدري في الحقيقة يعني الأبحاث والدراسات أكدت أنه في حلول كتيرة جداً لكن هيرد عليها وهيجاوبنا عنها الدكتور حسن الفكهاني اللي معانا عبر الهاتف مرة تانية بنصبحها لحضرتك يا دكتور أهلاً بيك خير يا فندم أهلاً وصحناً صباح الخير يعني في البداية ناس كثيرة جداً تشتكي من التشققات الجلدية في فصل الشتاء عايزين نعرف إيه هي أصلاً تحصل إزاي وأعراض ظهورها على الجلد إيه هي طيب هو طبيعي جداً أن الشتاء يكون فيه جفاف لأننا في الصيف بنعرق فالعرق دوت بيرطى بالجلد شوية إنما في فصل الشتاء لازم يحصل فيه جفاف إن ما فيش عرق وبرضو الناس بتنسى تشرب مياه عشان كده حتى نلاقي دايماً المغس الكلوي والحاجات دي بتكتر أكتر في الشتاء عشان الناس بتنسى تشرب مش بتحتاج المياه كثير طبيعي جداً يحصل جفاف في الجلد والجلد معبول عشان يكون مرن فأول ما بيحصل الجفاف ده بيتشقق وتبتلي الأمراض الجلدية تظهر طيب دكتور في حالة ظهور التشققات الجلدية دي بطريقة كبيرة شوية على الجلد لو أنا لاحظت ده أتعامل معها إزاي وخصوصاً كمان الأشخاص المصابين بمرض الحساسية هل لهم تعامل خاص مع ظهور هذه التشققات؟ بص هو إحنا عشان نقدر نحتفظ بالمية جوه الجلد فيه طبقة ربنا خلقها اسمها سيرامايت ده نوع من الدهون بيحافظ على المية جوه الجلد تمام؟ فعشان كده لو الطبقة دي تشالت بيبتدي الجلد يفقد المية اللي فيه ويبتدي يحصل الجفاف والتشققات أول ما الجلد بيبتدي يتشقق هتبتدي مشاكل كتيرة تحصل جداً لأنه ده مش طبيع له أول حاجة إحنا لازم نحافظ على الطبقة دي أكتر الناس معرضة لتشققات الجلد والمشاكل دي هي الستات لأنه طبعاً لما بيشتغلوا في البيت وبالذات في المطبخ من غير كوانتي ومن غير أي حماية ومن غير مرتبات المادة دي بسبب المنظفات الصناعية زي ما بتشيل الدهون من الأكل أو من حاجات المطبخ بالبرد بتشيلها من الجلد تبتدي الجلد يفقد المية اللي فيه أول حاجة لازم نحمي الجلد الأول من فقدان المية ما نعرضوش للمنظفات بشكل مبالغ فيه حتى الناس اللي بتاخد شعور باستمرار بعنواع معينة من الصغون باستمرار ممكن يحصل كده فدي أول نقطة النقطة التانية إن إحنا نحاول نستعيد المادة دي في مرتبات كتير جداً فيها المادة دي موجودة عشان تزود نسبتها في الجلد إيه المادة اللي أنا هدور عليها في المرتب اللي هشتري يا فاندم؟ سيرامايد سيرامايد فدي من المواد المهمة جداً أنها هتحفظ على المية بواكد فاستخدم مرتب باستمرار في الشتاء أزود كمية المية اللي باشربها لو حصل بقى عندنا التشكك ففعلاً هنبتدي نلجأ للطبيب لأن طبعاً المرتبات مش دايماً بتكون حل كافي ساعد بنحتاج إن احنا نشيل طبقات الميتة من الجلد ده عن طريق العلاق طبعاً منش عن طريق أي جلسات أو تنظيف أو الناس اللي بتلجأ أنها تروح تعمل المحلات اللي هو البديكير وحاجاته كده لأن ده لأن الجلد مش بيتعاند أبداً لو في أي وقت لو في أي وقت حصل الكلام دوت وحاولنا أن احنا نعاند الجلد بتزيد التشككات خلينا بقى نتكلم حركة يمكن قلت أنه أكتر ناس بيتعرضوا للتشككات هي السيدات لكن لو بقى ظهرت هذه التشككات عند الأطفال اللي هما أصلاً جلدهم بيبقى بطبيعته ناعم وبيبقى لسه ما ما تعرضش يمكن الحاجات اللي احنا متعرض لها ككبار إزاي قدر عالج ده طيب الأطفال في فصل الشتاء بيبقى عندهم نوع من الحساسية دي موجود عند نسبة كبيرة جداً من الأطفال وهي بتيجي ناتيجة الوراسة ومرتبطة جداً بحساسية السطر فلما بتحصل لهم الحساسية ديت لازم بيكون تحت إشراف تبديل على حسب درجة الحساسية لو هي بسيطة بناخد مضادات الحساسية البسيطة مع مرصبات لو هي قوية بنصر نلجأ إلى الكورتيزون عشان نقلت مهاجمة جهاز المناعة للجلد وناخد دهانات فيها مواد تقلل الحساسية وتقلل التشققات طب برضو الأطفال لازم باستمرار نستخدم مرتبات الشفاء بعد الشوار عشان نحافظ على الجلد والنعومة والرطوبة بتاعته بالذات اللي عندهم حتى تفعل رشتة سريعة دكتور حسن إزاي أحافظ على عدم التعرض للتشققات الجلدية نعمل إيه سريعاً نشرب مياه كتير نحط مرتبات كتير وخصوصاً بعد استخدام المياه بعد الشوار بعد ما نستخدم المياه نستخدم مرتبات كتير ودي أهم حاجة ما فيش عكساً من كده حاجات بسيطة جداً نشرب مياه كتير ونحط مرتبات كتير شكراً جزيلاً دكتور حسن الفكهاني أستاذ الجلدية بكلية الطب جامعة المينيا صباح الخير على حضرتك شكراً جزيلاً دكتور حسن الفكهاني شكراً